ضمن مشروع الصمود في قطاع الريء الزراعي تنظم مؤسسة للسجابة للإغاثة والتنمية دورة أو دورة تدريبية لعضاء جمعيات مستخدمية المياه بمديرية شبام تدشن الدورة التدريبية حول إدارة الموارد المائية لجمعيات مستخدمية المياه لمديرية شبام ضمن مشروع الصمود في قطاع الريء الزراعي الذي يقيمه برنامج الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة للسجابة للإغاثة والتنمية وتعرف المشاركون في الدورة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام على إدارة أنظمة الرئي السيلي وتعرف على خطة العمل المجتمعية وتطبيق إجراءات التكيف مع المتغيرات المناخية والتخفيف من إثاره السلبية والتغيرات المناخية التي تؤثر على وادي حضر موت بشكل عام والمديريات المستهدفة شبام والقطن بشكل خاص حيث قد تم اختيار المهندس عمر بن شهاب المتخصص في الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومدير عام هيئة حماية البيئة بوادي حضر موت